مرحبا حضراتكم مرة تانية في البيت الكبير زي ما تكلمنا في الانترو ان خلاص يعني ملف التأهل لكأس الامم الافرقية الكاميرون خلاصة حسم ومصر هي متصدرة المجموعة لكن السؤال الابرز ما هو ما بعد التأهل ايه ان شاء الله الخطة للمفهود الكابتن حسام البادري والتحاد القورة وكمان على مستوى الاعلام الرياضي نكون سبورت المنتخبنا عشان المشوار الاغلى مشوار تصفيات كأس العالم وطبعا مجموعتنا اللي بتضم ليبيا انجولا والجابون ايه اللي كابتن حسام البادري يقدر يعمله في خلال المرحلة دا وخاصة ان يمكن تصفيات الكأس العالم زي ما حضراتكم عارفين بتبدأ من يوم 1-6 1 يونيو اللي جاي هيكون في لقائين مع ليبيا ومع انجولا مشوار طويل ولكن ان شاء الله كلنا ثقة وكلنا دعم لجهازنا الفني ومنتخبنا عشان نشوف تاني مرة على التوالي هيكون حدث تاريخي كبير ان مصر تصل لكأس العالم مرتين ونبدأ من هنا نفكر فيما بعد ما يكونش حلم الوصول للمنديال هو الحلم الاجبر لجمهير القرى المصرية ولكل المنتمين لها لكن يكون الحلم الاجبر ماذا تفعل في كأس العالم عشان نناقش دوات ونناقش كمان ملف النادي الاهلي وان شاء الله استعداداته ومباراة المريخ المهمة جدا في المشوار الافريقي مفيش افضل من الناقد المتميز الناقد الرياضي جمالي الزهيري عشان نفتح معه الملفين دول ونتناقش فيه بشكل كبير والستاذ جمال وحشنا الله يخليك كمان ربنا يخليك سعيد بوجود معك ربنا يخليك يعني هاخد يعني من واحنا بنتناقش مع كلام حضرتك عايزة هاخد رأي حضرتك في أولا الحصيلة مش مباراة بس جزر كمور لكن نكلم على حصيلة تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وخاصة مباراتي اللي بتاعت عبر بكتش واحد مباراة كينيا في نيروبي ومباراة جزر كمور هنا في القهر تمام بداية طبعا بنواجه تانية للمنتخب والجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري بالتأهل وبالعرض الأخير أمام جزر الكمور وأنا شايف برضو كابتن لو حبينا نربط مع كل التصفيات اللي لعبها للمنتخب إنه ده أقل مكان يمكن إنه هو يظهر في كل المتشاط يعني المجموعة اللي فيها مصر فيها مصر وجزر القمر وكينيا وتوجو يمكن قبل بداية التصفيات إحنا قلنا توجو وهي اللي ممكن تطلع تاني هي اللي ممكن تبقى قوية يعني شوية لكن واضح إنه هما بعيد خالص عن الموضوع وبالتالي ما ينفعش بقى إن منتخب مصر كان يظهر بالشكل اللي بيعاني به قوي ده يعني إحنا قبل مبارتين توجو كان منتخب مصر بيعاني معاناة رهيبة لما لعب مع جزر القمر وكينيا وموقفه تعقد جدا فالمسألة لأكت غريبة وكانت تقلق يعني أنا واحد من الناس بعد مباراة كينيا الأخيرة أنا كان لها رأيي يمكن على عكس طبيعتي متطرف شوية فيه إنه هو لأ الجهاز الفني كده ما يكملش ما يكملش آه دي كانت وجهة نظري وجهة نظري دي على فكرة مش نبعة من إن أنا مثلا بكرة كابتن حسام البدري أو بكرة حدف الجهاز ولا طمعان إن أنا أدرب لأن أنا مليش في التدريب هي وجهة نظر بتعبر عن وجهة نظر الشارع هو كان غضب كبير جدا بالضبط يعني لا يعني أنا حتى بنيت وجهة نظري مش بس من قناعاتي لوحدها لا من ردود الأفعال اللي حصلت فيه الشارع الرياضي أو الشارع الكروي بعد ما شافوا إن منتخب مصر يعني يدوب بيكمل عشان يتعادل عشان يضمن بطاقة التأهل وبعمش في مجموعة قوية فتخيلت أنا بقى كابتن هاني السيناريو طب المتشاط اللي بعد كده ده إذا كنا احنا بنعاني بهذا المنظر أمام فرق مع كل الاحترام لها إنما كرويا وفنيا مهما تقال على إن المستويات الأفريقية كلها أصبحت متقربة لا في فوارق في فوارق طب الصورة دي تغيرت أنت بعد مباراة كينيا كانت الصورة بالنسبة لحضرتك ويمكن للشارع الرياضي بصفة عامة صورة غمق شوية بالنسبة لي كمان مقارنة الناس بتقول طب إحنا لو كنا باللعب الجزائر أو مجموعة بزبط هل الصورة دي تغيرت بشكل كبير بعد مباراة جزر القمر والفوز على أربعة صورة على حد اللي إحنا شفناه يعني اتغيرت إلى حد ما إلى حد ما إلى حد ما ليه لإحنا برضو في المباراة أمام جزر القمر لا من أول دقيقة إحنا شايفين حاجة مختلفة طب ده كان فين يعني يعني أنا مثلا واحد من الناس برضو اللي كنت معطارد جدا على إنه إنني ما يشتركش في مباراة كينيا آه طبعا في مباراة كينيا ليه ده لعب محترف ويمر بأفضل فتراته مع أرسنال وفي الدوري الإنجليزي وكابتن أرسنال يعني زمان من فترة كده كنا بنهاجم لأنه هو اللي بلعب النهاردة هو في أحسن حالاته ومع ذلك هو مش موجود فهل يؤقل أنه هو اللاعب رقم خمسة في هذا المركز مع كل الاحترام اللي زميله يعني كل اللي بلعبه في الهوف ديفندر كلهم مستويات عالية وكل حاجة بس أنت جايب لعب محترف جايبه يا إما ما تستدعهوش خالص من الأساس يا إما أن أنت بتجيبه عشان يلعب فاللي إحنا فجينا به أنه هو مش موجود خالص سيبك بقى من أنه تقال أنه كان بيسخن وجاهز والكلام ده كله لا أنا كمشاهد حتى استغربت من هذا التغيير هو حتى إحنا بنقيم على أداء الفني وطبعا في اعتقاد الشخص ما تعرفش كان ممكن حتى اللي يشارك ما يظهرش بالمستوى لكن الطبيعي وكل الناس يشترك ولو وحش يطلع كل الناس كانوا بتقول أنني في أفضل حالات وفي الأرسنال الحالة المعنوية عالية جدا رجع تاني أنني يمكن بفكرنا يمكن بأولمبياد لندن ومستوى انطلاقته فكان من الطبيعي ومجوده عدم وجوده كان علامة استفاهم من كابتر حسام يمكن يشارك في مباراة جزركم وكمان برضو كابتن في محمد شريف أنا بعتبر أنه هو مكسب كبير جدا للمنتخب وقلنا يمكن قبل يعني بعد إعلان القايمة أو ليلة إعلان القايمة كنت مع حضرتك وقلت أنا أنه ضم مجموعة الأسماء دي اللي هم الشباب المهاجمين كانت حاجة كويسة محمد شريف مصطفى محمد أحمد ياسر حسام حسن دي بداية برضو جديدة وكويسة لأن حسام البدري بيدور على حل المشكلة المهاجم المهاجم الصريح مثلا لما تشوف تقلق ماجدي أفشا في المباراة أمام جزر القمر هو عمل التلاتة أسست للتلات أهداف فعايز أقول أنه في مكاسب بقى ظهرت في هذه المباراة وشفنا منتخب مصط طبعا بالإضافة لمحمد صلاح حتى محمد صلاح ظهر بشكل مختلف خاصة في أول في الشوت الأولاني كلنا كنا كويسين الشوت الأولاني وخلينا نحدد من أول عشر دقائق لغاية الدقيقة خمسة وعشرين دقيقة بالزبط لغاية الدقيقة خمسة وعشرين أو تلاتين الفترة دي كلها كان شفنا منتخب مصر اللي هو إحنا بنتمنى نشوفه خلي بالك بقى هنا دي نقطة مهمة عشان برضو اللي بيحاول يوصل لكابتن حسام إن الناس بتهاجموا عشان مش عايزينه هو شخصيا لا الموضوع مش شخص إحنا عاوزين منتخب مصر يظهر بالشكل اللي يليق باسم الكرة المصرية ويليق بأسماء اللعيبة دول يعني ده يخلي بالك هما جيل خلينا أقض يعني خليني برضو نتناقش في النقطة دي شوية لأن طبعا يعني من خلال تصرحات الكابتن حسام البادريع هو للمتخب ظهر بهذا الأداء في مبارات كان كانت ليه بعد التصرحات زي زي على مستوى التجمع بس أنا قال لك أنا ما كانش عندي اللعيبة علشان أبدأ أحط فكرة تقريبي أو الخطة المناسبة كان التجمعات كانت بعيدة جدا ويمكن حسب قال المنتخب تجمع في خلال السنتين الفاتو تقريبا 20 يوم بس قال كمان على حالة الإجهاد اللي بيعاني بها اللعبين المحترفين في الداخل يعني لعبة النادي الأهلي لعبة تيراميدز لعبة نادي زمالج توالي المباريات الدوري مع مباريات أفريقا ده كان بالنسبة لكابتن حسام بيقول أنه كان بالنسبة له عائق بالزهور بمستوى جيد والجزء الأكبر كمان أنه هو يعني لسه كابتن حسام بيقول أنه لسه ما ظهرتش بصماته على المنتخب لأنه ما كانش فيه معسكرات ما كانش فيه وقت أنه هو يحط البصمة دي ده ده الأسباب اللي أدى تمام هو كل اللي هو بيقوله كابتن حسام إحنا معترفين به وقلناه برضو يعني أنا فاكرا أنه أنا قلته مع حضرتك قبل مباراة توجو قعد سنة كاملة ما بيتجمعش ولا اللعيبة بتتقابل ولا فيه تجمع ولا معسكر ولا أي حاجة وإن الإرهاق والكلام ده كل دي أسباب موجودة ومعروفة وكلنا معترفين بيها بس برضو من الناحية المنطقية لا تؤدي إلى هذا المنظر المتهالك اللي أنا بقوله المتهالك لمنتخب مصر اللي هو طب إيه اللي حصل في مباراة جزر القمر وخصدهم ما كانش فيه بالعكس ده كان فيه كمان إجهاد وصفر وعودة يعني أنت فاهم قصدي يعني لابد إنه يكون مش لازم نلعب وحش قوي فالناس تنتقدنا فنبتدي نطلع اللي عندنا يعني هو فيه من 100% فيه بعض التغييرات اللي عملها في التشكيل ست تغييرات يعني أنا شايف أهو عمل ست تغييرات ست تغييرات دول يعني يغير الفرقة يعني أنه وأنت ما بتغير 50% من الفرقة بالزبط أنت غيرت نصف الفرقة تقريبا قول 50% فال50% دول إحنا اللي عايزينه بقى إنه يبقى يتوصل إلى تشكيل معين اللي هو ده يعتبر التشكيل الأساسي وما عدا ذلك بيبقى قطع غيار يعني بمعنى إيه بمعنى إنه ما بيتغيرش غير لو حصل إصابة حصل غياب للعب لسبب أو لآخر إنما الشكل اللي ظهر بيه المنتخب أمان جزر القمر برضو مش عايزين نقول إنه هو الشكل النهائي اللي إعنا عايزينه لإنه جزء من الوقت طب أنا عايز أعرف بقية المباراة آه المنتخب كان واقف على حيله آه بس الناس بتقول دي مش دي المسطرة اللي نيس عليها المنتخب بالزبط يعني مش مباراة جزر القمر أول نص ساعة مش دي المسطرة إنه برضو مفيش ضغط من الفريق المنافس اللي هو يحطك تحت ضغط مفيش ضغط الوصول حتى إحنا كنا تأهلنا كمان بالزبط وبعين الدنيا كنت خلاص يعني إنت تقدمت بأربع أهداف والدنيا ماشية معك تمام الفكرة بس إنه الوصول إلى الهدف اللي إحنا عاوزينه هو تكوين منتخب له ملامح واضحة وشغل باين وده على فكرة أقل حقوق الناس الجمهور أنا بش بتكلم هنا بقى على إيه إنه ممكن بعض النقاد أو بعض الخبرة يبقى لهم وجهات نظر فنية بس برضو لازم أستفيد منها كمدير فني ما ده اللي هتكلم معها حضرتك إنت شايف من شخصية الكابتن حسام البدري إنه هو يعني بلغة البلد كده بيزعل من الانتقادات أو بياخد على خطره إن حد بينتقد المنتخب بصورة أو بأخرى حسنا في بعض التصريحات حتى بعد مباراة جزر القمر تلع قال كان فيه حملة لي كان فيه حملة على المنتخب بيه الناس بتهجمنا بشكل دوت بتحس إنه هو الأمور بالنسبة له لازم تكون أهدى شوية في عملية التعامل مع السوشيال ميديا ومع النقض إنه هو مدرب كبير عنده خبرات كبيرة جدا كلنا سوبرت لي لكن لما بيكون فيه شكل مش مش حلو لمنتخب مصر على فكرة جابتن جوري حضرتك حضرته أكتر واحد أكتر واحد تاجم ده حقيقة كوبر تاجم حسن شحاتة تاجم مع حفظ الألقاب للجميع إنما طبيعي جدا طالما بتشتغل في مكان عام أو في عمل عام وبالذات كورة كورة القدم كورة القدم اللي هي إيه أنت بتاخد رأي الناس برضو ما بقولكش اعمله بس على الأقل يعني استفيد من اللي ممكن يتقال آه معاك ممكن يزعل طبعا يعني ممكن في ضغوط معينة يشعر بإن فيه نوع من أحيانا يشعر بإن فيه استهداف لشخصه لكن أنا بأكد بالنيابة عن مش هقول بالنيابة عن السوشيال ميديا بس على الأقل بالنيابة عن النقاد أو الإعلام اللي هما بيطلعوا يتكلموا كلهم طبعا نفسهم إنه كابتن حسام البادري ينجح ينجح لكن الألق اللي عند الناس من إيه إن أنت بتلعب النهاردة في المجموعة دي الفرق اللي معك مستوياتها ليست بالمستوى المرعب أنت عندك بعد كده تصفيات كاس عالم فيه الثلاث فرق اللي حذرك ذكرتهم أنجولا ليبيا الجابون مستوياتهم ممكن تكون أعلى نسبيا ثانيا بعدها كمان فيه جولة أخرى اللي هي جولة الحسم الحسم اللي هي تبقى بين عشر فرق اللي هما أنت هتقابل القوة الكراوية الكبرى عشان نقابل يعني إحنا برضو لازم يكون فيه بلان لازم يكون برضو إعداد يعني لازم يكون فيه بلان إن انت إن شاء الله من خلال التصفيات المؤهلة الكاس العالم إن حتى النتائج بتاعتك تكون نتائج إيجابية بفوز لإن كل فوز عشان التصنيف عشان التصنيف عشان لما إن شاء الله توصل كأول مجموعة تصنف من أول خمسة يعني انت بتتكلم على طبيعة تصنيف السنغال وعندنا السنغال وجزائر والمغرب وتونس وعندنا فرع الكبرى قوة الكبرى فأنت لما تكون من ضمن الخمسة دول هتقابل من الخمسة مش هقولك مستوى أقل بكتير لكن على الأقل تبعد حتى عن مبارات شمال أفريق خلينا نكلم كل أمامنا دايما مباراتنا مع نصر أو جزائر أو تونس لما بتكون مبارات حسيمة بتكون مبارات عصبية على المستوى الجماهيري على المستوى الفني بتكون مبارات كبيرة فمهم جدا إن المشوار في تصفيات كأس العالم ما يكونش شبيه بتصفيات كأس الأمم النتائج بتفرق معنا بالزبط النتائج بتفرق معنا وكمان الثقة ثقة اللاعبين في عمد فوزهم دي مهمة جدا يعني إحساس اللعيبة إيه بعد فوزهم على جزر القمر مع التحافظ على بعض الأشياء إنما فيه أنت كسبان أربعة صفر ولا إنك تبقى متعادل وطالع بشق الأنفس يعني برضو دي مسألة تفرق كتير جدا يعني أنا بقولك بقيت قاعد سعيك جدا وأعتقد كل المصريين كانوا عاديين سعداء بالمنظر الأفضل اللي ظهر عليه منتخب مصري صحيح وده هدف الجميع حدش هيفتح بوقه حدش هيتكلم ليه إحنا مش عايزين أكتر من كده بس فهي الفكرة إنه الفترة اللي جاية لازم يبقى فيه خطة أو برنامج للإعداد وفقا للأجندان الدولية طبعا يعني أي فترات توقف بس لازم كابتن حسام طبعا أكيد يقعد مع المسؤولين في اتحاد الكورة ويبتدي يحط هذا البرنامج أو يكون حاطت البرنامج ويبتدي يشوف إمكانية اللعب والاحتكاك مع فق قوية ليه عشان بضو يتجنب السلبيات اللي ظهرت فيه الفترة الماضية بساطا أن يمكن برضو لازم نكون عارفين كمان جدوة للمنتخب أو مباراة المنتخب إن شاء الله في خلال مشوار كاس العالم في الفترة من واحد ستة لخمستاشر ستة يعني خلاص احنا بنتكلم في ثلاث شهور أو أحد الصدر عندك مباراتين مباراة مصر مع أنجولا هنا في القاهرة تمام ومصر مع לبيا في ليبيا يعني مباراةين مهمين جدا بعدها يمكن ثلاثين ثمانية ليه يوم ستة تسعة برضو في الإسبوع عندك مباراةين مع الجابون واحدة المباراة الاولى ستكون مصر والجابون والمباراة ستكون الجابون يعني خارج أرضنا طبعا المباراة الأخيرة. يعني مباراتين الجابون وربعة. وربعة. أنت هتلاعب الأول هتلاعب أنجولا وبعدين هتلاعب ليبيا وبعدين الجابون مباراتين في شهر تمانية وبعدين في شهر عشرة عندك مباراة مباراة أنجولا. المباراة هتلاعب أنجولا ومصر. دي اللي هي الجولة الأخيرة جولة الأخيرة. هتلاعب أنجولا في أنجولا وهتلاعب المباراة الأخيرة أمام المنتخب الليبي هنا في القاهرة. تمام. فخلال أنت بتتكلم خلال من شهر ستة لشهر عشرة عندك تصفيات مهمة جدا مع فرق ومستويات اعتقد المستويات مختلفة طبعا المستويات مختلفة وبعين الوقت كمان المتاح دلوقتي هيبه وقت دايق جدا فلازم يتعمل برنامج دقيق بحيث انه يحاول يستفيد بقدر الامكان ويقضي على سلبية انه هو اللعيبة بتتجمع قبل الماتش بتلات ايام وبرضو دي نقطة لا يمكن تجنبها لان دي بقت قعدة على المستوى الدولي كله ما بقاش فيه معسكرات طويلة وبالتالي لازم هيتعامل مع طب هيتعامل معك كابتن حسام ازاي كابتن حسام عنده طبعا اللعيبة المحترفين من الصعب جدا وجودهم خارج الاجندة الدولية هيتعامل كابتن حسام هيتطلب بعض المعسكرات خلال تجمع اللعيبة المحليين او المحترفين داخل مصر هيكون فيه تجمع ويعني المباراوط دي مش هيأثر على لا ما هي مرتبطة لا لا مرتبطة كمان بالدوري نفسه والمسابقات المحلية والمسابقات الافريقية نزبوط بس هي القصة كلها انه هو هيبقى حاطة قدامه الارتباطات ويشوف امكانية انه هو يعمل اي تجمعات خلال الفترة القادمة بس لان هي مش يعني احنا ما نقدرش انا ما نقدرش دلوقتي نقول يعني ياخد معسكرات يوم كذا ولا كذا لان دا محتاج الخريطة تبقى موجودة قدامه وبناء عليه هو يحدد انما هي في المقام الاول لابد من الاهتمام بالجزئية دي طيب عايزين نخرج من خاصة من مباراة جزر القمر هي المباراة الافضل على مشوار في اعتقاد كمان مباراة انجولا مباراة توجو في التوجو كانت مباراة جيدة على المستوى الفيلم حتى على المستوى الفني بنتكلم على محمد شريف رأس حربة ظهر بمستوى اكتر من رائع مجدي افشة طبعا طبعا يعني صانع لعب واسست رائع جدا وفعلا يعتبر صاحب اللمسة السحرية صحيح فعلا يعني وبعين بينضج جدا حتى من خلال مشواره مع النادي الالي اعتقد انه خلاص بقى في حتة تانية واحنا كنا في فترات كبيرة بنعاني من عدم وجود عشرة كان عبدالله السعيد مستحوز بشكل كبير جدا ولم كان غياب عبدالله السعيد يعني يمكن عن منتخب مصر بيبقى فيه يعني اعتقد دي يعني تغرى وتسدد بشكل اكثر بالزبت بوجود محمد لا لا بقى حاجة جميلة يعني جدا يعني طيب محمد شريف على المستوى الفني كمان شفته ازاي الناس بدأ اتقارن ما بين مصطفى محمد ومحمد شريف انا في اعتقاد المقارنة ظالمة شوية ايوه لان محمد شريف يعني دايما بيبني من تحت يعني محمد شريف ممكن يبقى ينزل ويتحرك ينزل ويتحرك ويبقى أسست هو مش هو اللي بيسجل غير مصطفى محمد مصطفى محمد مهاجم صريح يعني ما عندوش نفس امكانيات شريف امكانيات مختلفة امكانيات مختلفة يعني كل واحد بيبقى عنده مميزات خاصة بيه بأداؤه ولذلك برضو هو كان مساهم في الهداف كان اعتقد الهدف الهدف التاني لمحمد صلاح الهدف الاول الهدف الاول لمحمد صلاح الهدف الاول لمحمد صلاح كان الهدف أعتقد التالت كان أستيسة تمريرة من محمد شريف ودي أنا بلاحظها كمان حتى فيه أداءه مع النادي الآلي فمحمد شريف في وجوده أعتقد أنه هيبقى إضافة وأثبت نجاحه في التجربة الأخيرة جزء فني شوية نتكلم فيه بالنسبة للعلاقة ما بين محمد صلاح ورأس الحرب دايما بنشوف وده ظهرت شوية في مبارات كينيا مبارات كينيا كان مصطفى محمد موجود مصطفى محمد من أفضل روس الحربة على مستوى مصر ولاعب جدا بيأدي بشكل أكثر من رائع لكن دايما بنشوف الأفضل كمان النتائج اللي بتطلع أفضل من خلال إمكانيات اللعب كان شوية عشان مصطفى محمد بوكس بلاير دايما موجود في التمنتاشر تحرقاته برا التمنتاشر قليلة شوية بطبيعته كان قافل شوية على صلاح وده ظهر على صلاح في مبارات جزر القمر أن صلاح خد حرية بدليل أن محمد صلاح بيحرز هدفين من جوة التمنتاشر في مركز الرأس الحربة لأنه لقى المساحة ولقى اللي يتبادل مع الأدوار يعني أنه التبادل الأدوار ده مهم جدا يعني لأنه لو المواجم الصريح واقف جوة البوكس صعب على محمد صلاح أنه هو ينطلق حيكون فيه حيبقى زحمة جوه حيبقى زحمة لكن اللي كان واضح أنه محمد شريف كان بيرجع شوية الوراء فبيدي فرصة أو مساحة لمحمد صلاح أنه هو يتقدم ودي إحدى مميزات صلاح برضو يعني حتى مع ليفر بول محمد صلاح بيشارك في التهديف يعني كان وخد لقب الهدف أكتر من مرة بدليل أنه هو بيلاقي حد أنه هو يتبادل معاه هذا الدور يعني رأيك كمان في وصول محمد صلاح رقم 43 على مستوى التهديف مع منتخب مصر تخطى كابتن شازلي بالزبط يعني طبعا رقم أعتقد رقم هايل جدا لمحمد صلاح وكمان فيه تصراح لمحمد صلاح عجبني جدا قالك إن شاء الله أنا مش هعتزل قبل ما لا لسه بدري ربنا يدي له صحة لا لسه قدامه مشوار طويل إلا لما أحرز بطولة مع منتخب مصر رأيك إيه؟ وخاصة إن محمد صلاح كان غايب فترات طويلة جدا على المنتخب وكان أول يمكن مشاركة لمحمد صلاح تحت قيادة الكابتن حسام البدر طبعا يعني عودة محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب يعني شيء مهم طبعا جدا لمنتخب مصر ولمحمد صلاح لأنه محمد صلاح برضو له غير إن هو لعب محترف وكلام ده لأ لما هو يقود أو يعني يبقى أحد أفراد كتيبة المنتخب ويحقق بطولات معاه لا شيء مهم جدا يعني فايدة له وفايدة للمنتخب فيش كلام يعني فيش شك رغم وصول محمد صلاح الأكبر وأحسن من أحسن ثلاثة لعيبة في العالم لكن يوقع المنتخب هو ده مشوار تاني ومهم جدا يعني يعني حتى رونالدو كريستيانو أو ميسي يهمه كمان إن هو غير الإنجازات الشخصية اللي بيحققها مع النبي يهمه المنتخب طبعا وبالتالي عودت محمد صلاح بس إحنا يجب نوفر شوية نتعلم نوفر شوية محمد صلاح وزملائه المحترفين الأجواء المثالية مع هذه الأجواء المثالية لا يعني مثلا فضل أنا شخصيا لو حاولت أخش في المكان اللي كان فيه المشجعين عاجة صعبة جدا مش هعرف صحيح يعني أنا عايز أعرف إزاي يحصل هذا الاختراق في وجود يعني مسؤولين وإداريين صعبة جدا يعني يعني أنت تجوب منظر صلاح يتفاجئ أصلا ده مش شيء طبيعي يعني كل الملاعب على مستوى العالم خاصة في جائحة كورونا اللي احنا فيه هدية بالزبط انت بتفاجأ أولا محمد صلاح لعيب كبير جدا وكان فيه بعض يعني كان غاب عن منتقب مصر بسبب كورونا بالزبط فإزاي محمد صلاح إزاي ما هذا لك السؤال بيطرح نفسه إزاي الناس اللي نزلت ديت ووصلت لمحمد صلاح ومعها الموبايلات والصورة اللي الناس حواليه صورة أعتقد لا يعني هيا الموبايلات ما ترجعش بقى تلوم على محمد صلاح ان انت مش عارف مش عارف تلصك ولا مش عارف وبعدين ما يبقاش برضو شوف محمد صلاح بقاله وقد دي ما جاش أول مرة بتواجد حصلت المشكلة يعني برضو لازم نهتم جدا طبعا طبعا بالنقطة دي يا كابتن هاني لأن الموضوع يعني برضو لازم نبقى حريصين عليه زي ما هو حريص على إنه بموجود وحريص على إنه يجي نوفر له بقى الجو اللي ما يعرضوش لأي مشاكل صحيح ده مهم جدا بالزبط ده مهم جدا فدي نقطة مهمة طيب على كمان منتكلم على مستوى أولادنا أولاد النادي الأهل في المنتخب كمان عمر السلية وشارة الكابتنة والشكل الرائع اللي ظهر به على المستوى الفني وعلى مستوى يمكن كتب النهاردة تويتم عمر السلية أو مبارح كان بيهني الجماهير وكمان بيتكلم على مبروك النتيجة والروح بيتكلم عن الروح اللي ظهرت في عمر السلية أنه عمر السلية نضق جدا على مستوى الأداء طبعا ونضق جدا على مستوى المسؤولية ققائد للمنتخب والنهارة وكنا شوفناه في الملعب بيقدي كمان غير الأداء الفني الحلو بتعام روح قتالية عالية جدا لا هو لاعب يعني ما شاء الله برضو الخبرات اللي أخدها مع النادي الآلي يا كابتن هاني وصل لمرحلة وبردو على قصة الشارة دي يعني قصة الشارة مفيش داعي ان احنا نوجد مشكلة أصلا يعني ما حصل انه عمر لما لاعب هو الكابتن فبلا أدمية لان انت ما تصدرش كل معسكر نقعد نتكلم على مين الكابتن يعني حتى بنحط محمد صلاح في مواجهة مع زميله حرج طبعا اه يعني انت الموضوع اعملوه بمنتغة البساطة يعني ما تقوليش أصل أوروبا وانت عايز تعمل زي أوروبا اعمل حاجات تانية العب زي أوروبا العب زي أوروبا عشان تقول بعد كده ان انا عايز اعمل الكابتن زي أوروبا وبعين لما يبقى عندك قعدة ثابتة واضحة محدش يختلف عليها خرج عمر السلية ايه ده الشارة يا للنني يا محمد صلاح مفيش مشكلة هو ده لصلاح هو راح للنني الأول فالنني قاله اديها لمحمد صلاح ماشي لأنه هو النني وصلاح تقريبا يوم واحد أول اللعيبة اللعيبة نفسها جوة الملعب هي دي تيجي من اللعيبة بلزبط لكن ما تبقاش قضية صحيح على مستوى الإعلام ولا قضية تترمي للإعلام يقعد يتكلم فيها صحيح صحيح طيب كلمنا عن مشوارنا في كاس العالم والفرق اللي معانا وازاي كابتن حسام هيحط بلان ان شاء الله استعداد لي لكن كمان على مستوى أمم أفرقيا دلوقتي فيه يمكن لأول مرة في التاريخ الأمم أفرقيا بيصل ست دول على المستوى العربية دي شايفة ازاي وشايف منافسات موريتانيا كمان كذبت بقوا سبعة بقوا سبعة دول النهاردة فيها حاجة حاجة فقر يعني للعرب طويلة الأمم الأفريقية العربية طويلة الأمم الأفريقية العربية بالزبط شايف نهوتها دي ازاي وكمان شايف التنافس في وجود فرق كبيرة جدا زي بتكلم على المغرب والجزائر والمغرب وتونس يعني شايف كمان على مستوى التنافس هتكون البطولة دي شكلها ازاي أنا شايف ان هي احنا وصلنا الحمد لله خلاص مسألة البطولة نفسها بيبقى فيها حسابات مختلفة لانها بتبقى في مكان مجمع فبالتالي تواجد اللاعبين مع بعض احنا دايما انفرقنا كده في البطولات المجمعة ما عرفش بيبقى فيه قوة إضافية لان اللاعبة مع بعض تدريبات انسجام أكتر هدف واحد تركيز أكتر تركيز أكتر وكل حاجة وبالتالي ان المجموعة اللي انت هتبقى فيها يعني برضو انا بحب اناخدها اه يبقى عينك على اللقب فيش مشكلة بس انت بتاخدها مرحلة مرحلة اهي وغبالك يعني يعني مثلا انت في الدور اللي هو المجموعات دور المجموعات بيبقى هدفك مختلف بعد كده للمباريات الإقصائية بيبقى لك أهدف مختلفة واعتقد ان النطج ده اه بالمجموعة دي من اللعيبة وغيرهم طبعا اللي برة لسه ما نضموش او كده اه ممكن جدا المنتخب يعمل حاجة ان شاء الله يعني اعتقد انه الأداء هيبقى أفضل من المباريات اللي هي التصفيات اللي كل سانة ولا كل ست شهور بيتجمعوا صحيح اعتقد الأداء هيبقى مختلفة وحيكون عندنا كمان أماشة واسعة جدا اعتقد ان شاء الله بإذن الله المنتخب الأولمبي كمان يشرفنا في الأولمبيات وبالتالي كمان الكابتن حسام البدري أنا في رأي عنده أماشة رائعة عنده مجموعة من اللعيبة المميزة جدا جدا في جماعة المراكز في وقت مش بعيد يا أستاذ جمال كنا بنعاني مثلا من مكرا رأس الحرب كنا بنتكلم عندك النهاردة أكتر من بديل صحيح ومتقاربين يعني حتى سواء الكبار اللي هم لم يتم استدعاقهم في زي مروان زي في عيبة كتير برضو موجودة انت عندك زي ما قلت الأماشة تختار منها كويس إنما في يعني زي ما نقول تنوع في الخبرات والكفاءات انت ممكن تحتاج لهم فيما بعد حتى اللي مش منضمين بس نلغي الكلام عن موضوع الكابتن ومش الكابتن عشان عشان يبقى انت كمدير فني وكجهاز فني عندك حرية الحركة في انك تستدعي مش فارق معاك مين الكابتن انت معايا يعني يعني ممكن جدا تبقى محتاج مثلا عبدالله السعيد او احمد فاتح ايا كان وما تستدعيوش عشان الموضوع عشان موضوع الكابتن يعني نشيلها من دماغنا الكابتن هو منتخب مصر من الاساس من الاساس منتخب مصر طبعا فيه نقطة كمان قبل ما نروح طبعا لملف النادي الاهلي بنتكلم قدرتنا على الفوز ببطولة امم افريقيا ده احنا في ظل وجود المغرب والجزائر وتونس هل تفتكر ان احنا قادرين على الوصول للمباراة النهائية ده يتطلب ايه في خلال الفترة اللي جاية وهل حضاك شايف ان يعني جي الوقت بقى خلاص ان كمان العناصر المميزة من المنتخب الولمبي هو ده يكون القوام اللي حيستمر بيه منتخب مصر للمدة عشر سنين قدام لان انت بتتكلم ولما بنتكلم للأسف احنا لسه في مصر يا استاذ جمال احنا بنبص تحت رجلينا شوية يعني بصين لأمم افريقيا وكاس العالم لكن محدش بيفكر في بعد كده يعني كل بيفكر تحت رجليه يعني مسألة الاحلال والتجديد الاحلال والتجديد وان انت كمان في فترة ما اعتقدش هتتقرر كتير في تاريخ القرى المصرية يكون عندك منتخب أولمبي بهذا الكام من اللعيبة المميزة عندك هؤلاء اللاعبين المحترفين بشكل اكتر من رائع كمان عندك لعبين على المستوى المحلي ممتزين فنستغلي ده ازاي بقى انا اعتقد كابتن انه كابتن حسام البادري بدأ ده يعني شو بقى احنا بنتكلم على السلبيات لكن هو بدأ مسألة الاحلال والتجديد يعني يكونوا بيفكر النهاردة ان هو يعتمد في المركز المهاجم رأس الحربة على مجموعة الشباب دول اعتقد دي بداية واشترك احمد ياسر ريان اشترك في المباراة فده في حد ذاته يبقى هو بدأ المسألة دي واحنا كل اللي يمنا في الاخر ايه ان هو يستفيد من كل المتغيرات يعني انت عندك منتخب اولمبي هو منتخب المستقبل فعلا حرام انه يتظلم بس في نفس الوقت لو هو عنده حاجة لو هو محتاج ان هو يضم حد من اللعيب الهدام ما فيش مانا اذا كان المنتخب الاولمبي نفسه عنده امكانية ان هو يضم تلاتة تفاهم قصدي حتى المنتخب الاولمبي في الاولمبيات اه هيضم يعني هو لغاية دلوقتي محمد صلاح لكن انا بتكلم على ايه الخليط ده او المزيج ده ممكن يتعامل وبرضو مش لازم يتعامل مرة واحدة صحيح انه مش هيتاخد على مرحلة واحدة انت مش هتصعد المنتخب الاولمبي كله لا انت بتاخد العناصر اللي هي تخدم مع التشكيل اللي انت مختارها نزبوط بحيث انه الصغير بيكبر معك كبير صحيح ويشارك جزء يشارك مباراة يشارك نص مباراة وهكذا واعتقد ان دي يعني من ابرز الحاجات اللي كباينا صحيح في التجارب الاخيرة دي وخاصة همام كينيا وجزء صحيح وده كان تعاون رائع ما بين الكابتن حصام البدري والكابتن شوئي دي برضو على فترة غريب طبعا احنا دايما زمان كنا بنلاقي اخناقات يعني انا فاكرها انا عايش احنا فيه اخناقات بين مدرب المنتخب الولمبي ومدرب المنتخب الاولمبي صحيح دايما تلاقي فيه اتنين لعيبة كده بيطخانوا عليهم دون ذكر اسماء يعني انما انا شايف انه يعني المديرين الفنيين بدأوا يدركوا قامية العلاقة العلاقة صحيح لانه الاتنين في ملك بواحدة على مستوى بعض الفرق وفرق كتير على مستوى الاوروبي تلاقي المنتخب اللمتخب الاول هو جهاز واحد وتلاقي المساعد المنتخب الاول هو مدير الفن والمنتخب الاولمبي لان الاعلاقة واحدة بتعتبر فرقة واحدة بالضبط أنت بتاخد من هنا بتحطيها فلابد العلاقة تبقى كويسة ودماغ دماغ كابتن شوئي ودماغ كابتن حسام أعتقد متلق كل التوفير لمنتخبنا نروح من ملف النادي الأهلي وعندنا مباراة مهمة جدا جدا أحضرتك عارف بكرة إن شاء الله الساعة أربعة باعثتنا هنسافر على الخرطوم إن شاء الله شايف كمان مباراة المريخ إزاي أنا شايف إن شاء الله رغم أن المريخ بعيد عن المنافسة إنما ده ممكن يعمل يكون ميزة للمريخ يعني المريخ بيتزايل المجموعة له نقطة واحدة ماشي يعني تلتة زائم وتعادل لكن أنا بقول إن الأهلي زي ما راح الكنغو ولعب مع فيتا كلاب بالروح دي إن شاء الله يقدر إن هو يكسب لأن النادي الأهلي مطالب برضو من جماهيره ومن الناس اللي بتحبه إن هو دايما يكسب فأعتقد إنها المباراة سهل ممتنع يعني إيه سهل ممتنع يعني لو وأعتقد إن موسيماني والعيب ممتنع كده فعلا في النهاردة هي والله أنا ما أردهاش بس هي المباراة صعبة تبدو سهلة ولكنها صعبة وبالتالي الأهلي كمان عنده المباراة اللي بعد كده ليه بقى أنا بعتبره ليه رد الاعتبار لأن سيمبا في هذه المكانة لأنه كسب الأهلي في المباراة إيه دي نيجي على مباراة المريخ يعني أعتقد إنه كفة الأهلي أرجح ماشي؟ لكن ده مش معناه إنه ضمن المباراة دايما نتعرف إن دي الأهلي يعني أكتر مني بيلعب على كل مباراة كأنه بيلعب مع البطل صحيح ومش فارق معايا والمباراة ده يمكن برضو من خلال المسلماني قال نقطتين مهمين جدا قال لك المباراة لها كذا أهداف لها تلت أهداف الهدف الأولان إنه إحنا إن شاء الله نكسب لأن المكسب ده هيحطك قدام سيمبا إنك إن شاء الله تكسب وتلعب على تصدر الملوح وده طبيعي جدا وإنا شيء مش من مناسب أو شكلها وحش إن سيمبا يكون الأول ولها للتالي أنت عارف أنا مش بوصص لها كمان في المباراة اللي بعد كده مش فارق أنا معايا لأن الأهل هيلعب مع ده أو هيلعب مع الأول أو التاني مش دي القضية لا دي هتبقى فيها أعتقد دور التمانية القرعة لكن أنا بأتكلم هيلعب مع أي مستوى مش فارق أنت يهمك دلوقتي إن النادي الأهل يتصدر مجموعته لهو المكان الطبيعي بتاعه صحيح يوخي بالك صحيح وبرضو على فكرة استمرار النفوذ ده ميزة يا كابتن هاني طبعا يعني بص أي فريق والأهل كده أي فريق بطل أو عايز يبقى بطل لازم دايما بيلعب على الفوز ما بيجيش يقول خلاص أنا سعطف أدغيل بموتشين مثلا ما بيلعبهاش كده فالأهل بيلعب كل مباراة قدروا إنه هو عايز يكسب فمع احترامنا يعني الإخواننا في المريخ المريخ أبيين إنما الآلي قادر قادر بالشروط اللي حضرتها قلتها يكون نفس التركيز ونفس الأداء ونفس الروح اللي لعب بها بالزبط مباراة فيتا كلاب ونفس إمكانيات اللاعبين وإمكانيات موجودة وأعتقد أن الآلي حتى الفترة الأخيرة موسيماني تعرض لمشاكل كتيرة في المشكيل بسبب غيابات مثلا غياب علي معلول بعد كده كان مين اللي أصيب محمد محمود محمد محمود طبعا ده كان باكش مال أصيب أيمن أشرف كان جاله شوية جهاد فكان عنده مشكلة عنده المشاكل لكن عنده اللعيبة اللي تقدر تغطي غياب بعض اللعيب إن شاء الله الإصابات مع محمود وحيد يمكن هيتطول شوية محمود عنده مزقف العدلة الخلفية فبالتالي هيتطول أصحب شوية لكن إن شاء الله أيمن أشرف برضو يعني رجع كان فيه برضو برنامج تأهيلي واستشفائي عشان يرجع إن شاء الله يكون متواجد في المجارة الحمد فتحي الحمد فتحي لسه عامل عملية دلوقتي وحيقض حوالي عشر أسابيع غياب يعني عشان كده عايز أقول لك هتأثر شوية الغيابات دي على التشكيل هتأثر على الأداء الفاني ولا لا أنا معتقدش ليه بقى لإنه بقول لك أنت عندك برضو فيه لعيبة بتجيد لعب كذا دور يعني يعني مثلا أيمن أشرف دا كان حل لمشكلة الجبل يصل هاي تمام ياسر إبراهيم لما جيه لعب مكان أيمن بعد غياب راح منتخل راح منتخل وتقلق وكل الناس أشادت به يبقى إذن أنت عندك برضو اللعيبة اللي تقدر تلعب في المراكز في أكتر من مركز وتؤدي مش لازم يؤدي بنفس درجة اللعب الأساسي بس على الأقل ما بتحسش إن فيه تأثير طيب على مستوى محمد شريف رأس الحربة تفتكر إن موسيماني هيفكر تقلق محمد شريف مع الأهلي ومع المنتخب بقى خلاص هو رأس الحربة الأساسي النادي الأهلي في وجود بواليا وفي وجود مراهون محسن تفتكر إن محمد شريف خلاص ضمن نفسه في التشكيلة الأساسية وحيبدأ بي مبارات المريخ ولا ممكن يكون فيه اختلاف هي وجهة نظر طبعا المدير الفني لكن أنا وجهة نظر الشخصية إنه اللعب اللي ماشي معاه بالبلدي ماشي معاه يعني إيه يعني مستوى جايب معاه كل يوم بيتطور إيه المانع طبعا أنت ممكن تلعبه وشوت وبعد كده يلعب بواليا يلعب مراوان صحيح فيش مشكلة إنما طالما محمد شريف وده رأيي على فكرة لما جي أول مجي صحيح الإعارة خلصت وجي لعب خد كزم وبره بقى كويس جدا مزبوط وبعينة سحب صحيح فده أثر وحط بواليا تحت الضغط إنه لازم طب خلاص بواليا أحيانا تبقى العملية مش ماشية سوق توفيق آه عدم توفيق ممكن فالإصرار ممكن يضره يعني يعني هو بقى بواليا بعد ما بقى يضيع في الآخر بقى يتحك يعني بقى هو يخش الجون هو لعيب لعيب هايل وأنا في حق فادي مكسب كبير جدا لمسلماني وللنادي الآلي إنه كون يستفيد منهم يستفيد من مالعة محمد شريف ومروان وبعدين نزب وقى يعني عندنا الحمد لله تشكيل ما هي التنوع لا برضو مهمة صحيح عندنا هماشا إن شاء الله بإذن الله قادرين وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أستاذ جمال بنشكرك شكرا دايما بتنورنا ويعني بتزدنا معلومات بالعكس أنا سعيد بوجودي معك الله ربنا خليل شكرا 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 دا كانت طبعا نهاية فقرتنا الأولى بعد الفاصل نستقبل نجمنا الكبير الكابتن شريف عبد المناء